اطلع النائب العام للجمهورية اليمنية الدكتور أحمد المساي اليوم على أوضاع السلطة القضائية بحضر موت الوادي وصحراء وأوجه التدخل اللازم المطلوب لتعزيز العمل والبت والفصل في كافة القضايا دون تأخير وبما يحقق العدالة بين المواطنين استمع النائب العام إلى شرح وافن برئيس شعبة استئناف سيئون القاضي محمد فرج سبتي ورئيس نيابة استئناف سيئون القاضي عبد الناصر عوض بن سنكر عن طبيعة سير العمل في النيابة والجهود التي تبذل في حل القضايا واشاد النائب العام بالجهود المضنية المبذولة من قبل كافة الكوادر القضائية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وكذا حرصه في الاهتمام بالأجهزة القضائية وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة